من هو الديان؟ في العادة الكتابية في العادة القديم يعني أبرز مثل كان بيقولوا مثلا أبرام عندما أراد الرب أن يذهب إلى سادوم لكي يدمر سادوم ويقول لنا في سفر التكوين ساعة 18 أبرام وهو يتكلم ويحاجج الرب أديان كل الأرض لا يصنع عدلا فإذا في تكوين 18 يقول لنا إن الله هو ديان كل الأرض مزمور 96 يقول لنا إن الله يدين الشعوب بالاستقامة فهو ديان كل الأرض هو ديان الشعوب بالاستقامة في كل الأجزاء الكتابية الأخرى التي تكلمت عن إجراءات الدينونة كانت ترجع إلى الله مثلا في مزمور 136 سرد كامل عن إجراءات الله القضائية ضد شعوب وضد أمم لكن حاجة غريبة بعدها يقول لنا لأن إلى الأبد رحمته كل قضاء يعمله الله على الأمم يقول لأن إلى الأبد رحمته فهو لأنه هو القاضي يخلص الأمم برحمته من هؤلاء القتل والسفحين وصانع الشر الله هو الديان بشهادة تكوين 18 الله هو الديان بشهادة مزمور 96 ترجمة نانسي قنقر